السلام عليكم والإخوان حياكم الله معكم أخذيكم علي بيريش دائما فيما يخص قضية الصحراء المغربية وهي قضية مقدسة عن الشعب المغرب العظيم اليوم كان في موريتانيا في العاصمة الموريتانية أنواكشوت قائد أركان الجيش الجزائري شعيد سنقريح هذا البوال جمع في استقباله قائد أركان الجيش الموريتاني مختار بالشعبان وهذا الزيارة تعد الأولى من نوعها لقائد جيش أركان الجزائر كيزور موريتانيا سبق زار موريتانيا مسؤولين جزائريين مسؤولين عسكريين ولكن لأول مرة قائد أركان الجيش الجزائري كيزور موريتانيا في المقابل نتكلم مثلا عن المغرب قائد الجيش المغربي قائد قوات المسلحة الملكية ظهر عدة مرات موريتانية في المقابل حتى قياد أركان الجيش الموريتانية حتى هما ظهروا المغرب مثلا في الشهر الماضي أو الشهر القليل الماضية كانت تبادل الزيارات قيادين عسكريين كبار بين المغرب وموريتانيا لكن زيارة سعيد شنغريحام تمشي الإفساع عن أسبابها إعلاميا لا من طرف موريتانيا ولا من طرف الجزائر كتقول التسريبات كتقول الأخبار اللي جاية حقيقة من موريتانيا وكتعرفوا أنا عندي بعض الأصدقاء متقربين صنع على القرار داخل موريتانيا كنعرف رؤساء أحزاب كنعرف سياسيين كنعرف حتى وزراء كنعرف حتى برلمانيين ومن اللي كنحتاج المعلومة كنتواصل معهم كيف يدوني بعض المعلومات الأسباب أسباب زيارة سعيد الشنغريحة إلى موريتانيا هذه الزيارة أسبقها محادثات طويلة تقريبا عدلها سنة بين موريتانيا والجزائر ومتتوصلوش نهائي الحم مؤخرا الجيش الموريتاني أصبح أكثر صرامة مع مرتزق قتل البوليساري والعسكريين ما هم المدنيين العسكريين المسلحين وكتعرفوا كاملين ما بين 1991 حتى 2020 يوم عندنا البوليساري العودة لما تسميه بين قوسين الكفاح المسلح لهو الحرب كانوا هذه عناصر البوليساريو المسلحين احنا كنتكلموا عن المسلحين كانوا يدخلوا لتراب الموريتاني كانوا يدخلوا حتى داخل الحدود موريتانية كانوا يوصلوا حتى المحيط عادي جدا الموريتاني ما كانش كنتتكلم ما كانش نهائيا كنتصدى أي حد ولكن من عاد البوليساريو عادنا الحرب على المغرب والمغرب في حالة تأهب قصوى اللي يقدر المغرب يقصفهم داخل التراب الموريتاني وسمعنا صيحات عناصر البوليسية كتقول على انه المغرب اقصف الموريتانيين داخل التراب الموريتاني وسمعنا مرارا وتكرارا خارجات مسؤولين الموريتانيين كي ينكروا هذا كامل بالتالي كثرت المشاكين والاشاعات والتضليل والدعايات لمؤترة بالطراجة اللولة على الشعب الموريتاني دائما عندنا نسمعوه المغرب قصف موريتاني داخل التراب الموريتاني المغرب قصف الصحراويين الحل من الجيش الموريتاني الجيش الموريتاني اتخذ سرامة غير مسبوقة حقيقة تنضد البوليساريو عاد يمنع منعا كليا عناصر البوليساريو بالدرجة اللولى المسلحين دخول تراب الموريتاني كانت واحد الايام قاعدة عسكرية للبوليساريو داخل تراب الموريتاني جاهوا من الجيش الموريتاني في يوم الايام وهدمها لهم وقال لهم مرقوا عنا ترابنا اللي عاد عندكم قاعدة عادلوا في المناطق العازلة ولا في الصحراء ولا في مخيمة تندوف داخل التراب الموريتاني داخل الارض الموريتاني ممنوع منعاً كلياً أي نشاط عسكري للبوليساريو داخل التراب والأراضي الموليتانية زيادة على هذا خرجت تقريباً عام الماضي أخبار كتقول على أنه البوليساريو كتقصف الجدار الرملي ولا كتقصف المغرب من داخل التراب الموليتاني مباشرة بعد مقتل شاب مغربي رحمة الله عليه في مدينة صمارة خرجت هذا الأقاويل وكلام ومن أخبار كتقول على أن البوليساريو قصفت المغرب من داخل التراب الموليتاني وبالتالي هذه المعلومات خلت الجيش الموليتاني يعود أكثر صرامة ضد البوليساريو ممنوع منعاً كلياً أي عنصر من عناصر البوليساريو مسلح يدخل التراب الموليتاني ثم جاءت بعد ذاك الموليتانية تسلحت الموليتانية اليوم عاد عندها أسلحة متطورة الموليتانية اليوم عاد عندها درونات الموليتانية اليوم عادت قادرة حماية حدودها لمحاذية المناطق العازلة ومحاذية للجزائر وبالتالي عادت البوليساني أكثر تضيقا لمطرف المغرب في المناطق العازلة ولا حتى موريتاني اللي منع علم أنه يدخلوا الأراضي والتراب الموريتاني لاستغلاله لقسف المغرب قبل أسبوع تقريبا من الآن معنى أخبار نشرت مثلا في قناة أو موقع إسبريس اللي عنده مصداقية كيقول موقع إسبريس نقلا على منقبين موريتانيين في الأراضي الموريتانية شافوا عباصر البوليساريو وبكل جرأة وبكل وقاحة داخل التراب الموريتاني بسيارات عسكرية عليها صواريخ وقسف الجدار الرمي أو قسف المغرب من داخل التراب الموريتاني فهنا بدأ تصعيد بين البوليساريو وبين موريتانيا فموريتانيا طول هذه المدة عانت من عناصر البوليساريو اللي كيستغلوا الأراضي والتراب الموريتاني شو دارت موريتانيا؟ اتصلت بالجزائر اتصلت بقائد أركان الجيش الجزائري باش تشكى من عناصر البوليساريو كانوا يعمل تحذير هادو الناس رانا حشبنا وراعينا عدت مرات هادو عناصر البوليساريو راهو عدت مرات كيدخلوا الأراضينا وترابنا الموريتاني رانا عدت مرات صدنا لهم وبدون جدوها راهو مازال كيدخلوا داخل التراب الموريتاني وكيقصفوا المغرب راهو مازال كيستغلوا الأراضي الموريتانية لقصف الجدار الرملي راهو مازال كيقصفوا السيادة الموريتانية بدأ الحوار وبدأ النقاش جدي بين الموريتانيا والجزائر وبالتالي قائد أركان الجيش الموريتاني مختار باللشعبان طالب من سعيد الشنقريحة زيارة موريتانيا في إطار هذا المشكل هذه النقطة بالضبط لأن الجزائر الأولى والأخيرة مسؤولة على البوليساريو موريتانيا ما بغاش أي مشكل لا مع البوليساريو ولا مع المغرب ولا حتى مع الجزائر زيارة الشنقريحة مهمة للتشاوف هذه النقطة موريتانيا رافضة كامل الرفض دخول عناصر البوليساريو الأراضيها بالأخص عناصر البوليساريو المسلحين يستغلوا التراب والأراضي الموريتانية لقصف المغرب موريتانيا ما بغاش نهائيا أي مشكل مع المغرب ما بغاش نهائيا لأنه المغرب يقصف داخل التراب الموريتاني للتصدي لعناصر البوليساريو وما بغاش موريتانيا في هذا الحال أي مشكل مع الجزائر وهذا هو الحيات حقيقة اللي فيه موريتانيا ولكن في الآخير نقول لكم لأنه البوليساريو ما كيحشموش ومهما طال الزمان المغرب ما غايبقاش يساكت لأنه كينا أخبار على أنه البوليساريو كيستغل التراب والأراضي الموريتانية لقصف المغرب في الآخير المغرب لحد الموريتانيا فارها غايقصف داخل التراب الموريتاني يقصف عناصر البوليساريو حياكم الله ويحش الشعب المغرب العظيم